أنت شو سويت بأختك؟ حازم يثير التساؤلات هل فعلاً قتل شقيقته ليان؟ بأنه هاي أختي اللي أنا بحبها بس بنفس الوقت إيش ناس دون يحكوا علي سمعت إلا أف لم واثق فيه؟ لا طبعاً واثق فيه كان دور صعب نوعاً ما لأنه أنا مش ممثل بس استغربت أنه يعني طلح وفعلاً نجح زري بدور حازم شقيق ليان بمساسة المدرسة الروابي للبنات اللي من تأليف وإخراج تيمال شومال أنا مدير إنتاج العمل وما كنت بدي أعمل الدور هذا ما بدي أمثل يعني تي ما ضلت وراي بدك تعمل الدور هذا أنا شايفتك حازم لا أبيت الحلال كيف شايفتيني حازم أنا ما أمثل يعني وعندي كثير شغل فيعني ما بدل أتفرغ أني أعود أركز بهذه الشخصية وأعمل الشغل هذا ولكن بالنهاية عملنا للدور مرغم إنها تجربته التمثيلية الأولى إلا أنه أداؤه كان مقنع جداً مخاوف معينة بس كان عندي رهبة من المشهد الأخير شوية يعني أنه اللي هو يعتبر الماسترسين تبع الشخصية أو تبع المسلسل وبهالمشهد اللي بنسمع فيه إطلاق نار بعد مواجهة حازم للأيام اللي هربت من المدرسة لتمضي نهارها مع حبيبها كان سبب لا يكرهوا لكثار الناس تكرهني معناته الدور نجح يعني هذا بالعكس هذا إشي يعني زي ما بيحكوا أنا I was overwhelmed يعني أنه الناس عم تبعت وبتحكي حتى فيه ناس يعني مش بس من الأردن من برا الأردن والناس صار لي صار خمس سنين ست سنين ما حكيت معها وبتحكي معاي وشو هالعمل وشو هالكاركتر ما عرفنا فيه ناس تحكي تتأكد أنه هالمعقول سري هذا اللي بيحشو لهيك كان طبيعي أنه الناس تتفاعل مع سري على أساس أنه حازم واحدة من المواقف أنا قاعد بالمكتب الصباح الساعة عشر عم بشتغل برين تليفوني قالوا مرحبا صوت منت صغيري معاي حازم واتحدة من مزعرة معاي من صحابي بقول لهم مين تقول ما أنا أنت أخوها لليان صاح ايه اكتشفت أنه عن جد منت صغير اللي بتحكي ولا هي ماخدة رقمي مدورة على رقمي ملاقيته على الإنستغرام وبدها تعرف أنت شو سويت بأختك أنت رايش بتبهدل فيه بنت صغيري ونحن كمان بدنا نعرف هل فعلا قتل حازم ليان؟ أنا ما بعرف بدي أترك لك ياها زي هيك ما رح أقول أني أنا أتلت حدا ولا ما أتلت حدا بس أنا اللي بقدر أقول لك يا أنه المشهد الأخير العبرة منه مش أنه مين أتلت العبرة منه برضه كأنا شايفه بدوري كحازم أنه حازم نفسه هو ضحية مجتمع يعني حازم نفسه بهذاك المشهد هو الشعور اللي عنده أنه هاي أختي اللي أنا بحبها بس بنفس الوقت إيش ناس دم يحكوا وبعد نجاح الكاركتر هل ممكن نشوف ساري بتجربة تمثيلية أخرى؟ أكرر التجربة ما بعرف يعني بعتمد على شو البروجيكت الجاي اللي بنا نشتغله شو الكاركتر اللي بدي أعمله وبدو يخدم إشي معين أنا رح أكون مغتنع فيه لأنني أنا بطبيعة الحال مو أممثلهم بس إذا فيه أبورتونيتي حلوة فيه إشي حلو لماذا لا؟ بعدين اللي نحن أختهم الصغيرة لازم يعمل